ما زالت حملات الرد على مزاعم الكاتب والروائي المصري يوسف زيدان تتواصل وبعد أن تصدى العرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاءات زيدان عبر وسم أخبر يوسف زيدان فالندى متخصصون من الكويت مزاعم الروائي المصري التي قال فيها بأن الجزيرة العربية لم تنتج حضارة وليس بها عالم لغة واحد تفاصيل أوفا تخبرنا بها رباب بداح في التقرير التالي سقط القناع بل أسقط القناع عن يوسف زيدان الروائي والكاتب المصري أسقط السياسيون والكتاب وكل المثقفين من العرب القناع عن يوسف زيدان بعد حديث طالهم فردوا عليه بهاشتاغ أخبروا يوسف زيدان لما السعودية وطنقوا لغة العربية لماذا؟ الله سلاح 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 هاتلي عالم لغة العربية واحد من هناك أول كتاب في التراث النحوي وصلنا كتاب سيبويه والشيخ سيبويه هو الخليل بن أحمد الفراهيدي هو عربي من الأزد سيبويه في أكثر من خمسمائة موضع في الكتاب ذكر آراء الخليل بن أحمد ويقول سألته وزعم الخليل وقال الخليل حتى قيل أن كتاب سيبويه من إملاءات الخليل أيضا في التراث اللغوي أبو عمر بن العلاء شيخ القراء مازني تميمي من العرب وكذلك الأصمعي من الرواة الثقات الراوية المعروف من باهلة عربي الرد على زيدان لم ينقطع منذ كلامه الأخير فالأصوات صاخطة ناقدة الهادمة للدعاءاتها لازالت تصدح بالحق ولازال زيدان يتلقى من المغردين الصفعتات والأخرى عرقيا يعني العرب كانوا سكنين في اليمن ولما نهار السد انتشروا في الأرض بعضهم رحل الشمال ما عداش في الحتة الوسطنية على فكرة حد ما ظهر الإسلام كان ينزل إلى قلب الجزيرة باعتبارهم سرق إبل عمر المنطقة دي ما كان فيها حضارة الغربي يرون العربي باعتباره رجل صحراء باعتباره من سرق الإبل كما وصف الأستاذ يوسف زيدان سكان شبه الجزيرة العربية فالواجب على كل عربي وهذه الأساءات مع الأسف هي امتداد كذلك ذلك لو دخلنا في المجتمع الواحد نجد هذا الهجوم كذلك على من يتمسك بأصالته وبعروبته فرد مثل هذه الشبهات مثل هذه الكلمات الغير واقعية اليوم أغلب حملة الثقافة والمتصدرين للمشجد الثقافي هم من أبناء هذه الجزيرة العربية وفي الرد على يوسف زيدان أظهر المغاردون مقاطع فيديو تتحدث عن كيفية قيام زيدان بسرقة تفاصيل روايته عزازيل بالإضافة إلى بحث تاريخي قدمه زيدان عام 2008 على أنه من نتاجه تبين لاحقا أنه مسروق وأنه منشور عام 2005 رباب الدع حراي شكرا